اهلا بكم الى مجز اخباري الان اكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان الاجراءات التي اتخذتها السعودية والامارات والبحرين وعددهم من الدول العربية والاسلامية ضد قطر هو لمصلحة قطر اولا ومصلحة المنطقة واكد الجبير ان الازمة مع قطر يتم حلها في اطار دول مجلس التعاون قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش احتمال فرض مزيد من الاجراءات العقابية على قطر لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب وقال قرقاش انه يتعين على قطر ان تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قتل وجرح عدد من الاشخاص في هجومين منفصلين بالعاصمة الايرانية طهران صباح اليوم اتفجر انتحاري نفسه عند ضريح الخميني فقتل شخصا وهجم مسلحون مقر البرلمان ما ادى لمقتل اثني عشر شخصا وانباء عن احتجاز اشخاص كرهاء في مبنى البرلمان حسب ما قالت مصادر ايرانية رسمية افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل سبعة عشر فردا من قوات الاسد والميليشيات الموالية لها في الضربات الجوية الامريكية التي استهدفتها في البادية السورية وقال المرصد الغارات استهدفت رتلا لاليات تابعة لقوات الاسد كان متجها من منطقة السبع بيار الى منطقة حاجز ضاضة الذي يبعد اكثر من مئة كيلومتر عن معبر التنف الحدودي قتل ثلاثة اطفال واصيبت امرأتان بجروح اثر تفجير ارهابي بقنبلة يدوية وسط قضاء هيت غرب محافظة الانبار العراقية يذكر ان قضاء هيت شهد خلال الايام الاخيرة هجمات ارهابية ادت الى مقتل واصابة العشرات بينهم عسكريون فيما تواصل القوات الامنية ملاحقة الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيعين كريستوفر راي على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي خلفا لجيمس كومي وكان ترامب اقال كومي فجأة في مطلع مايو ايار الماضي قائلا انه لم يعد مناسبا لمنصبه وفقد ثقة الجميع اعلن لاعب باشلونة ارداتوران اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب تركيا بعد شجار مع صحفي على متن طائرة خلال رحلة عودة الفريق من خوض مباراة ودية في مقدونيا اقال لاعب وسط برشلونة للصحفيين في معسكر لمنتخب تركيا في سلوفينيا انه ارتكب خطأا اثناء الدفاع عن الوان منتخب بلاده وانه سينهي مشواره مع الفريق الوطني الذي شارك معه في اربع وتسعين مباراة وسجل سبعة عشر هدفا نهاية الموجس الى اللقاء اشتركوا في القناة